اشتركوا في القناة 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 أبتدت من أنني كنت محاولة بحث عن نفسي بأمانة شديدة أيمن وماهدي لهم تجارب معارض أنا كانت لي مشاركات في معارض فكان بالنسبة لي أنا محاولة بحث أولى فعثوري على الحجارة كان برضو بمحظة صدفة وجود مجموعات وكتل ضخمة تكونت في بيتي كنت أرقبها كل يوم بتكبر وتكتر وأحاول اكتشاف حقيقتها وأنشئ علاقة معها كانت تزيد مع الوقت وفجأة كان في نتيجة فنية تحتاج فعلاً لتكثيف طبعاً الناتج الشكلي البصري هو كما يشبه العمل الفنية السابقة حجارة مرسوم عليها فهنا لا يوجد اختلاف لحدة اللحظة دي لا يوجد اختلاف الانتقال إلى كون عمل آخر يغير ويستحق صراحة المشاركة مع فنان أيمن هو ليه تقلو وليه مشاركته مكان حيجازب باسمه يعني ولا يجازب بالمشاركة والاشتراك معي ومع مجدي يمكن مع مهدي آسفة كان هو يعرفه أكتر بس أنا كانت تجربة جديدة بالنسبة لي وأن ندخل في المعرض ده الأفكار ابتدت وبدأت تاخد لها الشكل المكتمل بدأت حبة حبة طبعاً تقدم أول فيديو معرض فيديو آرت فيديو في المعرض ده وتوثق في معرض الفيديو اللي أقيم قبل سنتين قبل كورونا كان الشاهد كنا بنحاول أنا عن نفسي كنت ببحث عن من جدوى الشيء اللي أقدمه لأنه ما في عمل فني يقدم ويكون ما له قيمة ويثبت على مرة السنين دي كلها اللي يؤرق العمل ده من 1999 للحظة دي 20-22 جودة العمل ده كان في بحث وسيرشنج فعلاً إنه يكون عمل حقيقي وليه مرجعية فكرية حقيقية بغض النظر هو ينتمي لأي نوع من الفنون بغض النظر لأنه إحنا كنا لسه نكتشف ذاتنا في الوقت داك وأنا كأكاديمية كانت أصلاً تاريخ الفن بدرس عندنا ما كان يتعرض لنوعية الفنون دي أصلاً فكانت مجازفة أقدمت عليها مع أيمن وتم فعلاً تقديم عملين وعمل لوحدي كان بحث اللي هو عمل الفيديو بالحجارة والعمل الثاني كان مشترك في مساحة مشتركة مع أيمن يسري فذي التجربة اللطيفة اللي بعدك كما كانت لها تداعيات هنتحكي عنها كمان شوية من أشياء اللي كانت جداً مثيرة للإحتمام في وقت التحضير لهذا اللقاء اليوم والحوارنا أنه ذكرتولي في عدة مرات الحقيقة أنه كيف أنتوا دخلتوا في هذه التجربة ولكن ما كان عندكم مفهوم اللي هي الأعمال المفاهيمية كمفهوم ثابت وأقدمتوا عليها ولكن هي كانت لحظة إبداع وخلقت في هذه اللحظة المهمة فإذا حابين تتطرقوا يعني حابين نسمع منكم عن هذا طبعاً يعني فكرة المعرض هو أنه نحن كفنانين كان عندنا شغف بالعملية الفنية نفسها يعني وكانت الفكرة تنصب على أنه كيف ممكن يشارك فنان بعمل أصلي له مع فنان آخر عنده عمل مختلف وبحيث يعملوا يعني يتعاملوا كان سلاشاً مع بعض ويولدوا مفهوم جديد عشان كده أنا كنت الطرف اللي تشاركت مع مهدي في عمل حييجي بعد شوية وأيضاً تشاركت مع بير في عمل الغرفة فهذه الأعمال لما نشاركنا فيها صحيح صحيح ما كنا يعني بنعالج مصطلحات الفن أو تعريفات الفن ولكن كنا بننظر بطريقة يعني للساحة المحلية وهاو نحن كشباب وقتها حنعمل أعمال تكسر النمط وتغير طريقة التفكير بالفن في الساحة المحلية وفعلاً يعني هذه الطريقة تجمع حوالينها يعني وثق هذا المعرض بتجمع حائل من المثقفين والمهتمين والكتاب وحتى النقاد والأكاديميين والكل لأول مرة في يعني عندنا في جدة يتم الكتابة والنقد والتحليل لهذا المعرض بشكل جاد يتجاوز دور الصحفي اللي يكتب أخبار أو تقارير عن المعرض فطبعاً يعني أدى هذا المعرض بعد كده أنه يخلق أنماط جديدة في التفكير وكسر الكلاسيكيات الموجودة ودعا إلى التفكير يعني أن تسبق الفكرة لشكل الفن يعني ويعني ها نحن الآن يعني على نتاج التجربة الآن مختلفين لكن متفقين الله يعطيكم ألف عافية ذكرت أنه كان المعرض يعتبر يعني قدم شي جداً جديد في هذه الفترة عن الأعمال الفنية اللي كانت متداولة كيف كانت ردة فعل الحضور العام يعني ذكرتوا أنه كان في مثلاً من الصحفيين ومن النقاد شاركوا بإبداء أراءهم المهمة في ذاك الوقت وشكلت يعني مساحة جديدة للترائي ولكن هل كانت في لحظات حابين تشاركوها من بعض ردود الأفعال اللي جاتكم في ذاك الوقت من المعرض العنصر الرجال يقدر يتكلم عندي التجربة بشكل أفضل لأن ما كنت حاضرة أنتوا عارفين من 1999 كانت في احتفالية ضخمة وأنا شريكة في المعرض وما أحضر ده ففيهم تحدثوا عنها ردود الأفعال بصراحة نحن كنا مستمتعين بالمعرض جداً للغاية الصراحة يعني هذا المعرض ردود الأفعال تجاهه خرجت عن دائرة المتلقين للفن ودخلت في فكرة الجمهور فعلاً هذا المعرض طرينا نمدده وفعلاً الجمهور كان يحضر بالجمهور العادي كان يحضر بكتافة هذا المعرض وكانوا يعتبروه زي نزهة في وقتها يعني الصراحة ومن الأشياء الممتعة اللي أنا شفتها أنه فيه ناس كانوا يدخلوا المعرض ويطلعوا منه بسرعة لأنه كانوا يعتقدوا أنه هو تحت الترميم يعني تحت التجهيز تحت الإنشاء ما فتتح لسه فهذه كمان ردود فعلي الناس كانت درس لنا هي الفكرة أنه نحن خلقنا مساحات مشتركة حتى نتفاعل فيها كلنا حتى نقرب المسافة بين الفنان الموجود في برج عاجي كده وبين المتلقي بحيث أنه هذه المساحات يختلط فيها الأسئلة والحوارات والتساؤل حوالين ما هذه الأشياء أساسا وأعتقدت أنا في وقتا أنه هذه خطوة صحيحة في اتجاه يعني التقدم إلى الأمام وإمكان هذه لحظة مهمة أنه نحن نتطرق لجزئية أهمة جدا في هذا المعرض وهي الأداء التفاعلي اللي صار في هذا المعرض من خلال مسرح الطائف من خلال مشاركة الأستاذ فيصل والأستاذ سامي إذا حابين تحكونا عن كيف كانت تجربتكم مع هذا المعرض من طريقة التفاعل أنت ذكرتوا لي قصص كثير شيقة فحبين أنه نسمع منكم عنه يمكن أنا أخذ الحوار إلى منحة آخر وأرجع للأوراق عشان بس أن نوثق اللحظة شويتين لأنه أنا أعتقد أنه يمكن فرقة مسرح الطائف أقدمت على شيء يمكن يعتبر أنا بالنسبة لي تنويري للحظات المحددة في يمكن حتى في المسرح وهو إن كان حتى على مستوى الفن التشكيلي طبعا أنا بعطيكم نبذة بسيطة عن فرقة مسرح الطائف إيش سوت يعني إلى هذه اللحظة طبعا هذه الفرقة لها ثلاثين سنة ثلاثين عام في المملكة العربية السعودية وتعتبر من أقدم الفرقة العربية يعني اللي لا زالت تنتج على مدار السنة إما عمل أو عملين أو حتى إلى ثلاث أعمال من خلال الأشكال الموجودة في المسرح إن كان من خلال العمل الجماعية أو حتى عمل المونودراما أو الدودراما اللي هو عمل الشخص الواحد أو عمل الشخصين على خشبة المسرح طبعا فيما كان المشهد المسرح السعودي يسير في نمطيته المعتادة عبر عروض مسرحية تقدمها جمعية الثقافة والفنون وفروعها بعض فرق مسرح الشباب والجامعات وقليل من الفرق الخاصة جاءت ورشة العمل المسرحي بالطائف كفكرة ملهمة وجديدة حول تأسيس ورشة مسرحية تهتم بتدريب وتأهيل عناصر العرض المسرحي ويكون نتاج هذا التدريب عروض مسرحية سنوية بدأ المشروع يجمع الشباب المسرحي وتتألف قلوب وعقول المجموعة حول الموضوع ويظهر الحماس فعلا لتأسيس الورشة بعد نضوض جلب فكرة تماما وكان القرار بإعلان الورشة المسرحية الدائمة الدائمة العمل بعد دراسة مسودة المشروع ثم قرر في 14.7.113 هجري الموافق 7 يناير 1993 ميلادي تم تأسيس وإشهار مشروع ورشة العمل المسرحي وقد جاء في نص البيان التالي ها نحن نجتمع مرة أخرى وقد نضجت الرؤية لدينا وأصبحنا على يقين كامل بأن تأسيس ورشة العمل المسرحي بجمعية الثقافة والفنون بالطايف سيكون الصيغة المثلة لإعلام ميلاد جيل مسرحي مختلف يعي ما يعمل ويعمل باستمرار لإنجاز أعمال مسرحية متميزة شكلا ومضمونا نعرف أن التجربة صعبة وخصوصا تجربة المسرح في بلادنا لا تزال في لحظة الانطلاق ولكننا سنحاول جاهدين أن نختصر المسافات قررنا أن نعلن ولادة أول ورشة عمل مسرحي في المملكة العربية السعودية وفق الأهداف التالية إيجاد جيل مسرحي واعي ومدرك بما هي المسرح كفعل ثقافي اجتماعي الارتقاء بالحركة المسرحية السعودية والمساهمة في تحقيق طموح هذه الحركة زيادة ثقافة الأعضاء مسرحيا وتعريفهم بالمدارس المسرحية وكافة جوانب العمل المسرحي إبراز المواهب الشابة في مختلف المجالات في التاليف والإخراج والديكور وكافة مسلزمات العمل المسرحي تدريب الأعضاء على العمل في كافة المجالات المتعلقة بالمسرح تقليص مصاريف الإنتاج للحد الأدنى وخلق فرص الابتكار والتجريب وزيادة الخبرات من خلال العمل المتواصل طبعا مرت سنوات كثيرة على الأعضاء ثلاثين سنة يعني يمكن فيها تقريبا العديد من الإنجازات لكن نتكلم سريعا عجالة بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرقة 586 ليلة عرض مسرحي منها 396 للكبار و190 للأطفال كما شاركت الفرقة في تقديم 13 مشاركة بالتعاون مع عدد من الفرق المسرحية الأهلية محليا ودوليا وقدمت الفرقة عروضها والمسرحية على أهم 37 مسرح في الوطن العربي للفرقة عدد من المشاركات في المهرجانات المحلية بلغت 84 مشاركة حقق أعضاؤها من خلال مشاركات 90 جائزة محلية كما شاركت الفرقة في 65 مهرجان دولي من خلال أحقق أعضاؤها 27 جائزة دولية طبعا السيرة كبيرة لكن أنا حاول أختصرها في هذه الورقة طبعا نحن في ورشة العمل المسرحي أول ما تأسست ورشة العمل المسرحي فكرنا في أن نخوض العديد من التجارب من ضمن التجارب أنسنت الفنون فنحن في أول عمل قدمته ورشة العمل المسرحي أنسنا النص الغنائي نص غنائي كان بعنوان شدة القافلة حولناها إلى عمل مسرحي وبدأنا نشتغل في هذا الموضوع وبعدها انطلقنا مباشرة إلى ممارسة التجارب ويمكن بعض الناس كانوا في مرحلة المراحل يقولون تجارب مجنونة لكن استمرنا على هذه التجارب وحاولنا أن نشتغل عليها أكثر فأكثر فبعدها بتقريبا سنتين أنسنا خبر صحفي الخبر الصحفي كان يتكلم عن مجموعة مجانين في البرازيل قاموا بأداء عمل مسرحي فنحن استفزنا كيف المجانين ممكن يقدموا عمل على خشبة المسرح فكيف نقدم هذا للجمهور لن نستطيع أن نقدم المجانين على خشبة المسرح فأتذكر في تلك التجربة أنه حاولنا أن نقدم آخر بروفا قدموها المجانين على خشبة المسرح مع المخرج حقهم يعني من ضمن حتى أحداث المسرحية أن المجانين ثاروا على المخرج وقطعوا النص ورموه لأنه ما حقق طموحهم ومطالبهم أتذكر في اللحظة ذيك أنه كنا ننطلق في شتى أنحاء المدينة كلما ذكرونا أنه فيه كاركتر مجنون في مكان كنا نذهب سريعا له عشان نأخذ منه الكاركتر ونقدر نمثل على خشبة المسرح في لحظة من اللحظات أنسنا أيضا قطعة موسيقية كانت القطعة الموسيقية تعزف من خلال عدد من الآلات الموسيقية وكان الممثل فقط يعبر عن هذه الحالة في واحد من الممثلين أخذ صوت الكمنجة في واحد من الممثلين أخذ صوت القانون وهكذا وإلى أن أكتمل العمل المسرحي وقدمنا بصورة درامية على خشبة المسرح أيضا يعني انطلقنا إلى أنسنا أخرى وأنسنا أيضا استلهمنا الموروث الشعبي ورجعنا يمكن قصص ذبيان وعبس والمهلهل وما إلى ذلك ورجعنا على خشبة المسرح لكن بصيغة أكثر عصرنا أكثر عصرنا على خشبة المسرح كنا نناقش في يعني لكم أن تتخيلوا أنه في العمل المسرح كنا نناقش عبس حرب عبس وذبيان أنهم كانوا يتحاربون على الاقتصاد قديش الواحد ممكن يجيب مهرجانات ويجيب ناس أكثر فكانت الفكرة من المفهوم هذا إلى أن وصلنا للحظة من اللحظات في معرض الشباب اللي هو معرض مساحات مشتركة وبدأنا نفكر كيف أن نأنسن معرض مساحات مشتركة ونحاول أن نقرأه مسرحيا في هذه التجربة أنا يعني أتوقف قليلا يعني أترك المجال الأستاذ فيصل أتحدث عن التجربة هذه لكن قبل أنه ما أعطي الأستاذ فيصل أتكلم عن حاجة مهمة جدا أنه في المسرح عادة أنه المسرح يتقبل كل الفنون لذلك يمكن حتى من سيقة البيان كان نحن مصرين أنه الكل في برشة العمل المسرح والكل في المسرح أنه يفهم في جميع مفاصل العمل المسرحي كان على مستوى الإضاءة أو حتى على مستوى الديكور حتى على مستوى الأزياء لأنه نعتقد تمام الاعتقاد أنه الفنان المسرحي إذا صعد على خجمة المسرح وهو ليس له علاقة بإضاءة وليس له علاقة بأزياء يعني حيقدم عمل يمكن أقرب إلى التشويه لذلك أعتقد أنه من المهم جدا أنه الفنان المسرحي يكون عالي الثقافة في المفاصل العمل المسرحي فضل السفر لا لا أبدا يعني الحقيقة تعريف يعني جدا مهم أنه إحنا كلنا نتعرف على ورشة عمل المسرح في الطايف ونعرف بأهمية دوره وحبين برضو نسمع منكم عن هذه التجربة في مساحات مشتركة كيف كانت تجربتكم كيف تعرفتوا على المعرض وتاخدونا في هذه القصة معكم سعيد بتواجدي معكم يعطيكم العافية طبعا مساحات مشتركة من التجارب الغنية والمثرية وأنا أعتقد جازبا أنه عمل حاجز أو سور إلى الآن لم يتجاوزه أحد وأنا كتبت في أكثر من مقال أنه عن مساحات مشتركة عمل حاجز لم يتجاوزه أحد إلى الآن طبعا بدت التجربة بحكم أني فنان تشكيلي وعضو في مسرح الطايف حضرت معرض الشباب أعرف أيمن أعرف مهدي دكتور عبير أول تعرف متوقع نمط معين من المعرض من الأعمال دخلت مساحة غير القلوري أصلا جديد دخلت الجدران مكفنة بالبياض ماذا عالي؟ كل القلوري مكفن بالبياض جدار بلوك خلفه إضاء زرقاء سماعات صوت بحر انفجارات في غرفة مقابلة هذه الحالة خلتني في حالة تتقلق دائم وإيش يقصده؟ تفكير وصلت الطايف وأنا باقي أفكر في المعرض حملت المعرض معايا يعني كتجربة شخصية أنا أتكلم عنه جيت عندنا اجتماع يومي في الجمعية في المسرحيين اجتماع يومي في اليوم أكثر من مرة بعد فجيت والشباب قروا خبر عن المعرض إيش المعرض هذا مساحات مشتركة وعيد الخميسي كتب كلام كويس عنه وفينا واحد كتب كلام كويس قلت لا لا المعرض مختلف يا جماعة المعرض مجنون إيش مجنون؟ كيف ما؟ كيف بدت؟ على قولة الأستاذ فهد رده الأفكار تتوالد كالأرانب قال عبد العزيز أنا نازل جدة الخميس أروح أشوف المعرض شاف المعرض رجع زادت حالة الجنان طبعا عبد العزيز من أعمدة المسرح في الطائف وقاص فبدأنا الفكرة إيش رأيكم الشباب؟ نسوي قراءة مسرحية للمعرض كيف قراءة مسرحية؟ حنعيش الحالة طيب ما شفنا المعرض كيف نسوي؟ أخذت أنا وعبد العزيز على العاتقنا أن نسوي معرض تشبيهي في المسرح شلنا الكراسي وبدأنا نسوي الغرف كل غرفة كل عمل فيه إيش حنسوي هنا جلس فهد وعبد العزيز وأحمد الأحبري وضع رؤية إخراجية ورؤية للنص أنه سنعيش كيف سنعيش مع الأعمال فبدأنا بالفكرة هذه يعني هي حقيقة مبدئيا يعني بدائية شوية لكنها ستعطيكم تصور سامي كان أحد المؤدين أو الممثلين سمساعد أحمد الأحمري البقية دعم لوجستيز يعني مثلا أنا شوية أشيل الكشافات وشوية واحد غيري أشيل الكشاف فهذه الحالة خلقت عندنا فضول كل الشباب يبغوا يشوفوا إيش في المعرض تواصلنا مع مهدي طبعا تواصل عبد العزيز مع مهدي ومع أيمن نبغى نسوي قراءة مسرحية أوكي المكان لكم حددنا الموعد نزلنا لقلت سامي كل أحد هذا شال الكشاف معاه هذا شال الكرسي هذا المجانين نازلين من الطايف على جدة أشياء ويقابل هناك على دولة مجانين آخرين في مساحة ثانية فكان البروفا قبل المغرب بدقائق بس نتعرف نتلمس إيش الجدر هذا إيش خلفه إيش الرصيف هذا فبدأت الحالة يعني نعيش بطريقتنا ما لنا صلاح في الفنانين ورؤيتهم حين نعيشنا الحالة كحالة فن كحالة إبداع تولد عنه إبداع جديد بدأنا العمل وتفاجأنا بردة فعل الجميع من فنانين حتى أيمن كان في نهاية لوحة اليابس اللي هي الجدار اسمها اليابسة أعتقد اليابسة كان لوحة الجدار كان يأخذ من الزنابيل كان مجموعة زنابيل فيها ألوان يأخذ من هذا وينثر سوى حالة يعني بصرية جديدة يعني ضبابية عشنا كلنا حتى المتلقين بدأوا يلفوا على سامي انتقل للوحة الثانية اللي هي لوحة دكتور عبير اللي هي الغرفة التكلس مع الحجار تتماهى مع الحجار عاش معاها انتقل من كونه إنسان إلى سر جزء من الحجر انتقلنا للوحة الثالفة أعتقد اللي كانت للرصيف وأعمال أي من مهدي على المعلقة كانت عبارة عن كشط ومسح باللون مجموعة قصص من قصص عبد العزيز عسيري لقاها على الرصيف وكانت متماهية مع حالة الرصيف انتقلنا بعدها إلى الغرفة أعتقد اللي كانت الحجار معلقة بدأ أحمد يتلمس أحمد الأحمري ممثل بارع جدا جدا وله قصور في البقية كلهم ثلاثة كانوا ممثلين بارعين وعاشوا الحالة وجدانيا ويعني فنيا بشكل أكثر من رائع تشعر أنهم عاشوا تجربة بجميع تفاصيل مع الفنانين كأنهم عاشوا مع الفنانين فبدأ يتماهى مع الحجار وبدأ يتلمسها ويدور جميع من في القاعة صار يدور حول المكعب الحديدي هذا هذه الحالة خلقت أجواء أخرى إضافة المؤثرات كنا بمؤثراتنا الصوتية يعني ما معتبدنا على المؤثرات الموجودة في المعرض فأنا أعتقد أن هذا الجو وهذا الحال اللي عشناها جميعا في هذا المعرض كانت سابقة للعسرها بمراحل كثيرة طبعا المعرض أنا بالنسبة لي وبالنسبة للفن التشكيلي في السعودية حقق رقم صعب وحقق نجاح صعب جدا أن يتكرر ردات الفعل كانت متباينة في الصحف وبعد المعرض وبعد حتى في داخل بعد ما نهينا الحالة المسرحية أو مسرحة المعرض أو القراءة المسرحية اللي عملناها سميها ما شئت لكن بعد ما نهينا هذه الحالة كان هناك أمسي نقديو حتى حصل فيها أفتكر تاتشو وزعل واحد من النقاد أيا كانت لكن سجلت حالة نجاح للمعرض اللي خلنا الآن بعد 23 سنة لا زلنا نتناقش فيه ونقصل له أنه على مفارقة طبعا جاء كثير من النقاد كتبوا عنه في صالح المعرض أنه هذا أول معرض مفاهيمية وبدأ يأصلون كلمة المفاهيمية ويأصلون أنه كيف الخروج عن المألوف بفكرة أو فكرة مألوفة بالخروج بها إلى غير المألوف أو إخراجها من مفهومة إلى مفهوم آخر فبدأ التأصيل لهذا وهذا فعل المبدع دائما المبدع هو القائد في العملية يأتي بعد النقد والتأصيل وتاريخ الفن فكلها تأتي بعد الآن أكيد الحقيقة الحوار جدا شيق لكن ذكرت بعض المواقف التي ممكن حصلت في المعرض لا أعرف إذا حب أن تشاركوا بعض هذه المواقف كانت ردود الفعل المختلفة عن عن الشيء السائد دعنا نقول إذا حب أن تشاركونا لأنه بالذات هي مسألة مثلا كان ردود الفعل من ناحية الحضور استمتعوا كانوا بالعرض الآدائي استمتعوا بالحركات اللي كانت تأدت ولكن اللي سمعت أنه كان في رد مختلف عن هذا الموضوع إذا حب أن تشاركونا بعض القصص اللي صارت خلف الكواليس يعني في قصة رئيسية في آخر العرض المسرحية والأداء والقراءة المسرحية عملوا جنب المقعب الحديدي حركة مع كل الناس يمسك قيداتهم ببعض وبعدين يدوروا عقص عقارب الساعة ما وجود أغنية نهائية كده يعني في العرض بالصراحة هذه كانت لطيفة الحركة لكن ما مرت مرور الكرام بالصراحة لأن نزل المقال اليوم الثاني تقريبا فيه تكفير يعني تكفير حوالينا نحن تقريبا كنا نطوف حول الكعبة يعني كان نسخر من الكعبة ونطوف وصراحة تفاجأت بالوعيدة أنا جدا يعني وحتى رحت وقتا كان عندنا رعاية الشباب رعاية الشباب هي المسؤولة عن الرقابة الرحل وراحة لمسا حوالينا الموضوع المثار أدرك إن الموضوع هو عبارة عن يعني انطباعات من متلاقي متحمس يعني ويفسر الحركات ولأشياء فهذه من الأشياء اللي كانت دالي الدالة يعني في المعرض وتركت عذر فدل أبيل عندك حاجة يعني ساعدوني بالنسبة لردود الفعل حقيقي لأني أنا أكاديمية كان ردة الفعل ما بعد المعرض اللي حضروا المعرض وأنا كنت لسه معيدة جديدة وبدأ أحضر الماجستير لسه قدامي مستقبل أكاديمي ضخم فرسالة الماجستير كانت تعرض المعاصرة والعمال المفاهيمية وكذا قبل ما أناقش بشهرين أنا كنت حقدم استقالتي لأن مشرفتي عطردت على كل شغلي أعتبرت خارج نطاق الفن أصلا أنا ما تعرفوا إنه دايشو صنف لما ندخلوا أصلا ناس حرفيين مصانع في الشغل في بلدة مفروض ما يكون عمل فني ما يعرفوا أن المعاصرة تجاوزت الشكل المعتاد ما هو لوحة ولا شيء صبك غالب ويصير نحتي لا الموضوع أكبر من كده صار فكرة وتلكي معينين ومساعدين لها طالما عندك شيء أنت مؤمنة بيه فكريين وبتنقشي وليه دلائل طبعا دي من أهم المشاكل اللي واجهتها في حياتي وبعد كده كانت فعلا نقلة لأن الجميع استوعب اللي بيحصل وأنا ما بين حدوث المعرض والماجستير كان ديك فترة بحسية صراحة عميقة لأنه لما نحصل المعرض بأمانة شديدة كان هو نوع من الشكل الجديد المقدم كنا حابين الشكل ده كنا في البيت نعمل ونتفرج عليه مبسوطين وسعيدين نحس أنه ده ينتمي للفن ما نعرفين مسمياته ما كان في المسمى ده واضح بالنسبة لنا فن الفيديو ما كان مسمى أو معروف بالنسبة لنا فن فيديو وأفتكر حادثة مهم بالنسبة لفن الفيديو كانت لقطة الانفجارات هي شفناها في فيلم عن الكوكب كانت مدتها دقيقة واحدة طب كيف أحض دقيقة واحدة في معرض وانا شايف ده فدورت وبحثت ولفيت جدا كلها عشان أخلي التكنولوجيا تساعدني في أنه الدقيقة دي تتحول لستين دقيقة مكثفة عشان يكون الحدث واضح أمام المشاهد بقوة إن بقول ده الفيديو ده الشاهد كومة الحجارة فالبحث ده هو اللي قالني أستوعب واللي بدي أقوله دحينة واللي أقوله مستقبلا حتى الطالبات ومنهم ناس ما وجودين اليوم ونسعيدة بيهم إنه في الفن رغم عدم وجود مرجعيات لنا إحنا لكن الفن هو ما القانون تقولي والله هو شابه ده عشان أتعامل في اللحظة الفلانية من التاريخ الفن هو طالما فيه وعي وفكر عالي فإنت تقدميه بعد كده إش مسمياته ده ينترك للزمن بدلالة إنه عملنا ده بعد 22 سنة أهو ما زال يقيم كعمل مستقبلي يشار لي فحقيقي حقيقي الفن جملة كتير مهمة كتير كبيرة ومفتوحة والأثر واضح دحينة أكاديميا أنا عشان بس بصفاتي أكاديميا لأنه إحنا دورنا الجاي فين ننساعد الأجيال الجاية بنتستوعب فكرة الهي الأعمال المعاصرة والفنون المعاصرة بشكل أوضح ممتاز بالنسبة لمشاركة مسرح الطائف في هذه التجربة الفنية هل كانت هي أول مرة يحصل فيها فن آدائي داخل صلاة المعرض هل كانت أول تجربة تتعامل فيها مع الأعمال الفنية كمادة طبعا في فرقة مسرح الطائف قلت لك يعني نحن نمارس التجارب على مختلف المستوية إحنا يمكن من أوائل الفرق المسرحية يمكن حتى عربيا أنه سوينا معرض لمعرض مسرحي في 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 صالة الجمعية وكان المعرض يحتوي على الكوستمز الأزياء وعلى الأدوات اللي تستخدم في المسرح على الديكورات الميزة أنه في أول مسرح أول معرض لنا لأنه أقمنا معرضين أول معرض تداخل معنا التشكيليين يعني كان أذكر من الفناني التشكيليين اللي كان موجود لوحاتهم في داخل المعرض واللي هو خصيصا كان للمسرح كان موجود معنا محمد الخبتي وموجود مجد بكر ويمكن اثنين وثلاثة والله ما تحضرني أسمائهم إلى الآن لكن عموما أنه الفرقة يعني كان علاقتها بالفن التشكيلي كبير جدا يعني من أهم الأشياء اللي ممكن نذكرها في الفن التشكيلي وعلاقته بمسرح الطايف هو مسرحية ما قبل المئة رحلة ما قبل المئة رحلة ما قبل المئة الخلفية الكاملة اللي كانت عبارة عن قطع كبيرة جدا من الخيش عليها العديد من الألوان كانت كلها لوحات تشكيلي يعتبرها مهمة جدا سواها لسد فيصل ومن أهم الأشياء أيضا علاقة الفن التشكيلي مع الفرقة مسرح الطايف كان يعني العديد من التغييرات اللي حصلت في الصورة البصرية للمخرجين على مستوى الإخراج وحتى على مستوى الأداء يعني في أول أعمال في أول الأعمال كانت يمكن مستويات الإضاءة عندنا تختلف تماما أولا لعدم تعرفنا عليها بكثير يعني وهذا الكلام يعني أتكلم على الثلاثة وتسعين فكنا نحاول أنه ننحت الجسم البشري بالإضاءة محاولة نحت يعني وكان يمكن المخرج بالذات كان المخرج أحمد الأحمر يتعمد لحظات الصمت لإدخال المتلقي في لعبة النحت النحت بالضوء واحدة من الأعمال المهمة اللي يمكن أو الأعمال الفرقة هي كانت مسرحية اسمها مسرحية البابور هذه قدمناها في مسرح العتبة في مهرجان القاهرة التجريبي في مصر وكان يعني أقول لك قصة مهمة وطريفة يعني كان في آخر المسرح رجل كبير في العمر ويشوت في الكراسي في داخل العمل نحن قاعدين نعرف وهذا الرجل يشوت في الكراسي إيدا أنت بتعمله إيدا نحن معنا عارفين من الراجل ذا اللي قاعد يرمي بالكراسي فبعد ما انتهى العمل يعني إحنا زعلانين كيف هذا يشوت في الكراسي ونحن قاعدين سوي عمل مسرحي فقال لنا مدير مسرح العتبة قال لا هذا الدكتور عبد الرحمن عرنوس رائد الورش المسرحية في العالم العربي فقلنا له أنت زعلاني دكتور يعني ولا إيه قال لا أنتو بتعملوا حاجة أنا في الأردن قاعد أدرسها لي عشر سنوات عنده مبدأ كان يسويه اسمه مبدأ الضوص ولونية اللي هو الضوء واللون والصوت فقال أنتو سويتوا الضوص ولونية وأنا قاعد أدرسها لي عشر سنين في الأردن فسبقنا وقتنا وما عندنا أكاديميات ولا عندنا شيء بس يعني قالت حاجة مهمة جدا الدكتور عبير أنه اللحظات اللي كنا نسوي فيها هذا الإبداع هي لحظات ارتجالية ما كانت تعتمد على أرث ثقافي يعني لما كانوا الشباب عملوا المعرض حقهم ما كان عندهم أي يعني أي معلومة عن المفاهيمية نحن ما كان عندنا أي معلومة عن الفنان الأدائي فلذلك هذا أنا أعتبرها لحظات إبداعية من الفنان وتجلي ما كان عندنا شيء يعني يعني نعتمد عليه في إرثنا لا أكاديميا ولا دراسيا ولا حتى على الاطلاع لأنه ذيك الأيام ما في لا إنترنت ولا في جوجل ولا في مشاهدات كنا نعتمد حتى إذا كان في اعتماداتنا على الثقافة كانت تعتمد على الكتب اللي تجينا يعني من من برة فمهم جدا أنه نعرف أنه إحنا تجربة تجربتنا نصيغة على المستوى الفن التشكيلي هي صياغة كبيرة يعني يعني وصلنا لمرحلة أنه أدخلنا الفيديو آرت في أعمالنا المسرحية أدخلنا اللون أدخلنا الأزياب مختلف ألوانها يعني والسينغرافيا وعندنا يعني من الأشياء المهمة لكنا ندرسها في خلال أعمالنا المسرحية إنه انعكاس الضوء على الفابريك لأنه الألوان تفريك ترى على خشبة المسرح لما نحط لون أزرق على لون أحمر يعطيني على خشبة المسرح لون مختلف فلذلك إحنا ندرس المسائل ذي إنه نبغى نوصل للجمهور اللون المناسب في اللحظة المناسبة لذلك أنا أعتقد أنه يعني يمكن استفادت ورشة العمل المسرحي وفرقة مسرح الطايف من الفنان التشكيليين اللي موجودين معها استفادة كبيرة جدا استفادنا أيضا مع تعاملنا مع الفناني التشكيليين يعني أذكر مهد الجريبي كان يطلعنا من مكة يمكن في الأسبوع مرتين أو ثلاثة ويجلس يستمر معنا ويشوف أعمالنا ويعدل على الأعمال ويقول لا الرؤية هنا مختلفة بصريا لازم تعدلوا فهذه الأمور كلنا نستفيد منها لأنه يعني أشعر أنه يعني نقدم شي جميل ورؤية بصرية معتدلة بالنسبة للجمهور يعني أنا لا أنسى لا أنسى جد يعني في عمل مساحات مشتركة نحن قاعدين نأدي على الجدار تفاعلية مع الجدار ما أنسى عيون أيمن يسري أيمن يسري كان فيها في عيونه لمعة غريبة لمعة تحس أنه حب وشغف لما شافنا نتفاعل معه مع الجدار وطوال يأخذ اللون صار يرش على الممثلين أنا أنا بالنسبة لي أعتقد أنه يعني أخذنا من روح شويتين فهو حسب الجمال ذا وتفاعل معانا تلقائيا وما قدمناه مساحة مشتركة يعني معرض مساحات مشتركة ترى بدون يعني ويعرف أيمن إحنا لأول مرة نشوف أعمال الفناني تشكيليين كانت على أرض الواقع إحنا ما شفناها لا بصور ولا شفناها إحنا رسمنا تخيلات على خشبة في مساحة المسرح لذلك كانت تفاعل تلقائي مهما نسويت أنت من بروفات كنت في مدينة الطايف لكن أنت برضو على وجه على أرض الواقع سويت عمل تفاعل لذلك أنا كنت تتكلم أنا وأستاذ أيمن وأقول له أقول أنتو سويتوا بعد كفنان بعد ومع الفنانين سويتوا بعد ثاني ومع الجمهور سويتوا بعد ثالث ومع فرقتنا سويتوا البعد الرابع فلذلك كل واحد حط له نوع من أنواع الجمالية بدون أي يعني سابق معرفة أو إرث معرفين أعتمد عليه ونسترد عليه لذلك أنا أعتبرها تجليات وإبداع في اللحظات مهمة جداً في مساحات مشتركة أممكن هذه لحظة حلوة أننا نستعرض بعض لقطات الفيديو من التجربة المسرحية في هذاك الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا الأمانة أتكلم على عمل الجدارة واليابسة اللي يمكن نسميه الأستاذ أيمن نحن نحن وقفنا عند العمل هذا وقفنا عند لحظة مهمة جداً وفارقة بالنسبة لنا كمسرحيين ترى قراءتنا قراءة مسرحية ما لا علاقة في الفن التشكيلي نحن أول ما وقفنا عند الجدار كنا نتكلم ما خلف الجدار؟ ما فيه ور الجدار؟ كان أستاذ أيمن حاط مؤثر صوتي للبحر ونحن نحن دائماً وأبداً يعني يمكن عندنا مفهوم أنه البحر يعني في لحظة من اللحظات يحجب عن الناس العامة يحجب عن الناس العامة ما يشوفوا البحر من كثر الكتل الخرسانية اللي تنحط على في الكورنيش أو في أي مكان فمن المبدأ هذا حاولنا أنه نخرج من خلال الجدار كممثلين ونبدأ نتفاعل لكن الرؤية اكتملت في الأخير أنه مهماً ستفعل وتعمل سترجع ثاني مرة ستختبي وراء الجدار وتصنع جدار آخر لذلك يمكن هذا المشهد هذا من ختام اللوحة أنه اللوحة في الأخير الجدار أصبح له أذرع يمين ويسار وأصبح له رأس في المقدمة فوق فعل هذا هو أصبح إنسان في الأول والأخير وأصبح هو جدار آخر يحاول أن يحمي ما هو خلفه ويمنع الناس هذه قراءتنا نحن كمسرحيين لكن قراءة مليون في المئة قراءة أيمن عمله المسرحي وهو مختلف تماماً أنا أتذكر اللوحة التي تفاعلت معها مع الدكتور عبير اللي هو لوحة الانفجار أنا نحن نسميها الانفجار لكن هي مسميتها الفيديو فأن الفيديو كان فيه التلفزيون على الطرف على طرف الغرفة وكان يصدر منه انفجارات كبيرة فأنا دخلت على الغرفة فأصبح مع كل انفجار أضحك أضحك يعني على مستوات متعددة من الصوت في وجهة نظرنا أننا نحن كمسرحيين أنه من كثر الانفجارات اللي موجودة في العالم هي أصبح الإنسان تلقائياً شر البلية ما يضحك أصبح يضحك تلقائياً تبلد عنده فأصبحت أنا أضحك حتى إلى أن وصلت إلى أعلى مدى وصرت أقهقه في الضحك إلى أن تكلست وأصبحت جزء من الحجارة وتداخلت مع الحجارة وطحت على الحجارة فأصبحت زي الكومة مع الحجارة فجوا مجموعة الممثلين وكفنوني سحبوا قماش أبيض وكفنوني ورجعت للحجارة معاها فأعتقد أن القراءات هذه المختلفة يعني أذكر أنه تقابلت مع أستاذ أيمن بعدها بسنتين أو ثلاث سنوات قال عندي معرض مسرحي عندي معرض تشكيلي أبغاكم تكفون تعالوا سوونا قراءة مسرحية فإحنا ما نمتخصصين في الشغلات اللي زي هذه لكن استطعنا أن نعيد التجربة مرة أخرى مع الأستاذ فيصل في معرض تشكيلي لأستاذ محمد الثبيتي كان مهدل لأستاذ محمد الثبيتي شاعرنا العظيم طبعا والحداث المهم واسمه تحية لسيد البيد فسوينا عمل مسرحي داخل الاتليه واختلطت الفنون الموسيقية مع الشعر ومع الأعمال المسرحية وسوينا ليلة حلوة يعني برضو مميزة زي الليلة بس ليلة مساحات مشتركة طبعا طبعا الغرفة كان في عمل يمكن شعري مهم جدا للأستاذ قاسم حداد وهو مأخوذ من نصه وجوه هذا العمل الشعري سمعه خالد الشيخ فسوى عنه عمل وودونيس بقوة أداءه صار يلقيه فنحن أخذنا المؤثر الصوتي هذا وحطيناه على الخلفية حق العمل ودخل أحمد الأحمري اللي هو ممثل واحد من المؤدين ودخل على جوة الكيوب المكعب ذا من خلال الأوجه فأحمد الأحمري يحاول أن يرى الوجه ويتفاعل معاه والوجيه معلقة بواتر خفيف وهي تبدأ تبرم فيضطر الممثل أنه يدور بالتالي الجمهور عشان يشوف الممثل لازم يدور ولذلك مسكوا في يد بعض وصارت الحلقة الحركة التلقائية اللي بغيروح فيها أيمن يسري بسببها صارت الحلقة التلقائية أن الجمهور صار يبرم عشان يشوف الأداء التلقائي ما بين الممثل ما بين الوجوه على الكيوب اللي هو المكعب ذا فحتى أذكر أنه يعني في العمل كانت حتى العمل الغنائي كان هذه الوجوه التي أعرفها واحدا واحدا كانت كلها تتكلم في نفس العمل وفي نفس الفعل وفي نفس السياق فأدخلت الناس في تقص مهم جدا وهو كيف تتداخل مع العمل المسرحي كيف نقرأ العمل المسرحي حتى لو تقرأه من داخلك أنت كشخص ليس لازم أنك أنت تكون عندك تشكيلي أو لا تتفاعل مع العمل لكن لماذا قطلت عليكم شكرا لكم والله يعني الحقيقة يعني نفس أنه نحن نستمر نتكلم عن هذا المعرض ساعتين كمان لكن أمكن الفرصة الآن ندي الجمهور الفرصة إنه هما يطرحوا بعض الأسئلة عن هذا المعرض وعن مشاركتكم فإذا أي أحد عنده سؤال الآن يتغطل لا تتردد يعطيكم العافية عندي استفسار بخصوص النقد الفني اللي ورد على الحركة العفوية اللي صارت العمل كان سنة 99 صحيح تقريبا ودي أعرف رأيكم بالنسبة للنقد الفني وقتها ومقارنة بالحين يعني ما مدى مستوى نضج النقد الفني لقطاع المسرح وقتها والحين هل صار فيه نمو في مستوى النضج ولا لسه ما زال الوضع زي ما هو وكيف ممكن نساهم بنضج النقد الفني في قطاع المسرح طبعا أنا باتكلم بما أنك انت سألت على المسرح لكن أتكلم أنه سقفنا عالي جدا جدا في المسرح ويمكن من أهم الأشياء الآن أقرت من خلال هيئة المسرح الفنون الأدائية طبعا وزارة الثقافة لها العديد من الهيئات ومن ضمنها هيئة المسرح الفنون الأدائية من أهم الأشياء اللي قرت أنه الآن ما في إجازة للنصوص هناك إجازة للعروض يعني نحن كنا نعاني سابقا من إجازة النص المسرحي لأن إجازة النص المسرحي تروح للجنة معينة وتبدأ تختار العرض إذا كان فيه أو النص إذا كان فيه إشكاليات الآن لا وهذه من أهم الأشياء اللي تحرر الفنان وتعطيه فرصة أكبر ويكون أكثر مسؤولية يعني أنت حتكون مسؤول عن عملك هذا اللي اللي بتصدره للجمهور أنا في اعتقادي أنه الآن نحن نعيش مرحلة مهمة جدا على مستوى الفنون في كافة المجالات يمكن الفنون من أهمها لأنه أصلا متعلقة بالمجتمع ومن المجتمع للمجتمع لكن على مختلف الصعود نحن نحس أننا الآن نعيش يمكن حقبة جديدة جدا في لحظة تفاعل وتماهي معها ومحاولة أنه نلحق بالركب من أول وجديد لكن أعتقد أنه يعني المسرح بالذات في المملكة العربية السعودية تطور تطور هائل جدا نحن نذكر الشيخ أحمد السباعي كان في مكة قبل خمسين سنة يحاول أن يؤصل لمسرح احترافي احترافي جدا يعني تخيلي في مكة المكرمة كان لو الله سبحانه وتعالى يعني ساعده في اللحظة ذيك واستمر كان نحن الآن وصلنا للمراحلة مهمة جدا كان يحاول الشيخ أحمد السباعي أنه يضع معنى جديد ومفهوم جديد للمسرح الاحترافي كان يعني مؤمن إيمان كامل أنه المسرح دراسة أكاديمية وأحضر مخرج من جمهورية مصر العربية لتدريب الممثلين وكان بفتتح دار اسمها دار قريش للمسرح الإسلامي وكان يعني معتمد المسرحية الأولى ولكن للأسف واجهته للظروف وألغي المشروع وبعدها بدأ المسرحي تطور في المملكة العربية السعودية من خلال الرئاسة العامة الرئاسة الشباب السابقة من بعدين جمعيات الثقافة والفنون والمسرح المدرسي ساهم كبير جدا وأيضا المسرح الجامعي وانتقلت أيضا للفرق من خلال جمعية المسرحيين أو حتى من خلال جمعيات الثقافة والفنون اللي يعني الآن يعني قريب في القريب الآن أحد الفرق المسرحية في العراق حصل على جائزة مسرحية بدأنا ننفس عربيا بدأنا ننفس دوليا بس نحتاج إلى الوقت نحتاج إلى الدعم وبإذن الله ستشوفوا شي جميل جدا بالنسبة للمسرح أنا ممكن أرجع للمسألة النقد طبعا النقد هو المفروض أنه يواكب إن لم يتجاوز لكن لا زال النقد عندنا لم يواكب الحركة سواء المسرحية أو الفنية بشكل عام على سبيل المثال في الفنون المعاصر الآن لا زال عندنا نقاد بالنقد الكلاسيكي والنقد التاريخي والنقد السياقي لم يصلوا للسليب الحديثة في النقد النقد لا زال متأخر سواءً في المسرح أو في جميع الفنون هذا بالنسبة للرد لسؤالك سؤال أخر السلام عليكم أول شي حابة صراحة يعني أشكركم جميعا لأنه كلنا في حاجة سواءً في حاجة أنه نسمع شي صراحي يرد الروح من ناحية المفاهمية أنه ما هي فجأة طلعت على الساحة اليوم في المشهد الفني في المملكة وما أقول نحن إيونا سابقين عصرنا و بس لا كان في وكان في مفكرين وكان في ناس زي ما قلتي تفضلت عبير أنه سوينا شي دون ما كان ممكن يكون عليه ليبل أو والله عرفنا إيش معنا هذا النوع من الحركة الفنية إذا في يومنا الحالي انطلب منكم تعيدوا هذا المعرض تعيدوا يتعاد بالمفاهيم الحالية لأنه كان في وقته إحنا نتحرق من عدم معرفي بظروف محدودة أمام جمهور غير واعي وغير فاهم إحنا دحينا ظروف كل هتغيرك يتعاد وبشكل سوبر سوبر وإحنا نفسنا وهو نفس المعرض بس حتشوف في رؤية مختلفة أتوقع أنه ينعاد يعني أفضل أفضل ما يكون و هل كل هل كل تفضل أفضل طبعا هي الفكرة أنه هذا المعرض يعني قدم الفكرة على الشكل يعني عكس وبالتالي الفكرة فكرة المعرض مساعات مشتركة دايما يقض وحية يعني زي الوعاء وتساهمي في داخلها يعني هذا المعرض من الأشياء اللي نحن نتكلم عليه بشغف لأنه أثر فينا شخصيا في حياتنا ونحن موجودين الآن بسبب شغف بما يعني بتأثيرات هذا المعرض في رؤيتنا للأشياء يعني 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 غالبا كان المعرض هو زي ما تقول حماس المبادرة زي مبادرة مبادرة للتفكير للتفكير لأنه وقتها ما كان كان فن تشكيلي في عنصر التفكير يعني للمضمون كان يعتمد على الشكل والمضمون يكون يعني عميق وغامض وبالتالي يعني الصراحة يعني ممكن يتعاد بسبب الفكرة أنا هذه النقطة اللي كنت أبغى أقول أنا مو شرط أنه نجسدها برؤية اليوم أنا يمكن شوية أحس أنه أنا أبغى أنه ما جتنا الفرصة لأن كمتلقيين عندنا هذا الوعي اليوم بس أنا أبغى كمتلقي اليوم أشوف معرض حق 99 أنا ما جتني الفرصة أشوف أنا ما أبغى أشوف شي يواكب يعني عرفتي قصدين والعكس أنا أبغى أنا أتفق معك أنا أعتقد أنها حالة لن تتكرر حتى لو حاولهم أنفسهم أن يكرروا راح يكون الحالة مختلفة الظرف مختلف الجو كله العام مختلف أتفق معهم مختلف هذا شأنهم لكن أنا كمتلقي وكعشت لهذا أعتبر حالة لن تتكرر حتى لو نفس الأشخاص حيكون حالة أخرى حيكون فكر وإن كانت الفكرة واحدة لكن الحالة النفسية والحالة الوجدانية والحالة صدمة دهشة لن تكون زي اللي فيها تسعة وتسعة على الشيء كده أقولك تتكرر بالمتغيرات الحالية هذا الذي أقول عنه في متغير فكري زي لما تقرأ أنت رواية بعد كم سنة لما تقرأيها أنت شعورك بالحالة نفسها مختلف لأنه جزء معرف يحصل لك فهد حين نحن جزء معرف يختلف في كون في متغيرات بس هيوصل لك الشعور ده أكيد وعلى وحبة صراحة أشكر تمان أيمن لأنه الحرص أنه هذا الموضوع بالذات يعني وهذا المعرض بالذات وأهمية ولأنه في النهاية نحن في آخر يوم للبيينالي وحتى المواضيع اللي طرحت اليوم أتوقع أنها تجسد المفاهيم اللي نبغى نحطها كمنظور واحد مواحد في آخر يوم وإنتو جيتوا وحطيتوا لنا فعليا رجعتونا للي ابتدأ بمفهوم جديد للمفاهيم اللي معظم الأعمال اليوم تتراودها اللي تراودها البيينالي معظمها يعني مفهومها جدا عالي أو مفاهيم وحب أشكركم جميعا وشكرا لك أيمن أنه حرصت مرة على هذا التوك وأنه تجمع ما شاء الله هذه الأفكار المهولة وهذول الأشخاص الموهوبين وشكرا على حضوركم معاني اليوم شكرا لك بس عندي تعليق بسيط على اللحظة والفترات الزمنية أنا أعتقد يعني زي ما قال الأساد ذا أنه من الصعب أنك أنت تعيدي الماضي حاليا وكان لنا تجربة مهمة جدا في أحد الأعمال عمل اسمه نقطة آخر السطر نقطة آخر السطر هذا كان يعتمد في الأساس على خطابات الوزير الخارجي الأمريكي للعراق في فترة الحرب العراقية الأمريكية وسوينا العمل هذا وأخرج الأستاذ عبدالعزيز عسيري كان العمل لطر رئيسي حقه من مسرح القراءة مسرح القراءة عادة أنه يترك فرصة كبيرة جدا للحضور أنه يتخيل ما سوف يحدث على خشبة المسرح يعني الأقرب أنه يكون سرديا زي كذا وأنت تتخيلي الأزياء وتتخيلي الوضع وكيفية الحركة على خشبة المسرح طبعا نحن في قناعتنا أنه هذا العمل لو قدمنا بنفس الصورة مسرح القراءة ما رح يكون مقبول بالنسبة المتلقي حاولنا أنه نضع شوية من البهارات لأبس الممثلين وسوينا في تغيير في الطبقات الصوت والتعابير هذا الكلام سوينا أظن ألف أو 2013 أو 2010 2010 سوينا 2010 ففي هاشتاق طلع عام 2020 اسمه تحدي العشر سنوات أظنكم تذكرونه كانوا كل الأشخاص يحطوا صورته قبل عشر سنوات بعدين يحط صورته بعد عشر سنوات أنا أنا دخلت على الهاشتاق ذا قلت لماذا نسوي عمل مسرحي في التحدي عشر سنوات فاستعدنا وسوينا عمل نقطة آخر السطر بعد عشر سنوات من إنتاجه لكن ما استطعنا نسوي بنفس الممثلين بنفس الرؤية الإخراجية رجعنا سوينا برؤية إخراجية مختلفة تماما متغيرة تماما بروح شبابية مختلفة تماما وإلى الآن العرض يعرض نقطة آخر السطر فأنا أعتقد أنه من الصعوب ممكان أنه خلال فترة الأجيال هذه أنك أنت يعني يمكن حتى أي من يسري لو تقول إلو سوي العمل هذا ثاني مرة مساحات مشتركة يمكن يشطح يمين ويروح يسار لأنه فرقة كثير عنده المفاهيم وأصبح ماشاء الله تبارك الله عنده العديد من الطلاعات العديد من الشواهد الممكن يعكسها على تجربة جديدة أخرى شكرا الله إذا ممكن نضيف برضو على هذه النقطة لأنه رجعنا تقريبا لنقطة بداية هذا الحوار وكيف كنا نفكر في إعادة ابتكار هذا المعرض ووصلنا لنفس التساؤلات هذه وهذه التساؤلات يمكن وقفتنا عن الاستمرار فيها ولكن جدا جدا مهم شكرا رنيم أنك أنت دتينا برضو الفرصة أن نتكلم عن هذا المعرض اليوم وشكرا لك أيمن وأستاذ عبير وأستاذ فيصل وأستاذ سامي على هذا الحوار الشيق وممكن نختم الحوار الآن أستاذ وجدان قبل ما أختم أنا للأمانة المفروض أن وحيبة المكان وجمالية المكان أنا ما أقدر إلا أشكر بنال الدرعية على الاستضافة خصوصا البرنامج الثقافي لأنه فعلا أتحلنا الفرصة أنا يعني لا كان يعني يمكن الواحد لو يسألني خمسة في المئة أنك أنت تحضر بنال الدرعية أقول له ما علاقة بنال الدرعية لكن تأتي هذه التجربة بعد 23 سنة وتخلينا نحضر تتكلم عن gyro هاد وتمااهي الفن التشكيلي مع مع مثلا خاص هذا جمال و quê و الناس المشرفين على بنائم ثقافي اقتنس هذا جمال وعادوا أقshirt أخرى شكرا لكم من القلب شكر جزيلا